السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي أحبائي طلبة الصف الثاني الأساسي من مدرسة وروضة البيت العطيق الإسلامية أصعد الله وأوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم سنقوم بإذن الله تعالى اليوم بالانتقال إلى وحدة جديدة من مادة العلوم وعنوان هذه الوحدة الصوت والضوء أما درسنا الأول فعنوانه الصوت وخصائصه والآن أعزائي لنفتح الكتب على صفحة رقم 25 هيا بنا يا صغاري لنرى ونتعرف على الصوت وأهميته في حياتنا وهذه هي الفكرة العامة من هذه الوحدة للصوت والضوء أهمية كبيرة في حياتنا بداية دعونا ندخل إلى هذا التحدي وهو تحدي اكتشاف الحيوان سأعرض عليكم بعض الأصوات وأتمنى أن تكون لديكم سرعة بالإجابة على أصوات الحيوانات وأنا بالنهاية سوف أذكر لكم اسم الحيوان إذن هيا يا أبطالي لنبدأ بالتحدي بالتعرف على الحيوان فقط استمعوا للأصوات التالية ما هذا الصوت؟ إنه صوت الديك أحسنتم ما هذا الصوت يا صغاري؟ أحسنتم إنه صوت الكلب ما هذا الصوت؟ صوت من من الحيوانات هذا؟ أحسنتم صوت البقرة ما هذا الصوت؟ هيا يا صغاري فكروا أحسنتم بالتأكيد هو صوت الأسد ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ رائعون يا ثاني أحسنتم إنه صوت الفيل أبدعتم صغاري إذن يا صغاري السؤال التالي يقول كيف اكتشفت الحيوان؟ من خلال ماذا؟ هيا يا صغاري فكروا من خلال ماذا؟ من خلال الصوت؟ من خلال الصوت؟ أحسنتم أنتم حقا عباقرة إذن درسنا الأول عنوانه الصوت وخصائصه اكتشفنا يا ثاني أن كل حيوان من هذه الحيوانات له صوت مختلف فصوت الفيل يختلف عن صوت الماعز وصوت الأسد يختلف عن صوت الديك نستنتج أحبائي أن الأصوات تختلف حسب مصدرها إذن للصوت أهمية كبيرة في حياتنا والآن يا صغاري يوجد لدينا سؤال أتهيأ صفحة رقم 26 ما الذي يراه ويسمعه زائر مدينة الألعاب؟ هيا يا صغاري في مدينة الألعاب نحن ماذا نرى ونسمع؟ أحسنتم صغاري بداية نسمع أصوات كثيرة مثل أصوات الأطفال والألعاب وأصوات الماكينات والموسيقى ومن الذي نراه أحبائي؟ أحسنتم نرى الأضواء والأطفال يلعبون ويضحكون هل تحبون زيارة مدينة الألعاب الترفيهية يا أطفالي؟ يا سلام وأنا أيضا أحب زيارتها أتمنى أن تزوروها صغاري بأقرب وقت والآن يا صغاري حضروا أقلامكم الرصاص ولتكتبوا الإجابة في مكانها المخصص لنكتب تحت السؤال صوت الألعاب والموسيقى وصوت الأطفال إذن هذه هي الأشياء التي من الممكن سماعها في مدينة الألعاب والآن أعزائي لننتقل إلى صفحة 27 كيف ينشأ الصوت؟ بداية يا صغاري سوف نعمل تجربة انظروا معي إلى خطوات العمل أولا أجرب أثبت طرف المسترة البلاستيكية على الطاولة بيدي وأضغط على طرفها الحر إلى الأسفل بيدي الأخرى ثانيا ألاحظ ما يحدث للمسترة البلاستيكية عند ترك طرفها المضغوط للأسفل وأسجل ملاحظاتي ثالثا أجرب أضرب الشوكة الرنانة بالمطرقة برفق ثم أقرب الشوكة من أذني هل أسمع صوتا؟ رابعا أستنتج كيف ينشأ الصوت؟ المواد والأدوات الموجودة مطرقة مسترة بلاستيكية طاولة شوكة رنانة مهارة العلم الاستنتاج مهارة عقلية يتوصل فيها الفرد إلى نتيجة معينة هيا يا صغاري لنستنتج معا من خلال هذا التسجيل تابعوا معي كيف ينشأ الصوت؟ قم بهذه التجربة البسيطة بنفسك ثبت أحد طرفي المسترة على منضغة ثم اجدب الطرف الآخر لأسفل ثم اترك حتما ستسمع هذا الصوت المميز وإذا أمسكت بطرف المسترة المهتز ستوقف الصوت كرر ثانية من هذه التجربة البسيطة نستنتج أن الأصوات تنتج عن اهتزاز الأجسام الآن لنجري تجربة أخرى باستخدام الشوكة الرنانة إذا طرقنا الشوكة الرنانة برفق بجسم خشبي ثم قربناها من الأذن فإننا نسمع صوتا كهذا السبب طبعا أن الشوكة تهتز تستطيع أن توقف الصوت بأن تمسك الشوكة وتستطيع أن ترى اهتزاز الشوكة إذا دققت النظر قليلا لكن إذا لمست بها سطح الماء سترى اهتزاز الماء بوضوح إذن ينتج الصوت من اهتزاز الأشياء ويتوقف عند توقف الاهتزاز ماذا استنتجتم يا صغاري؟ كيف ينشأ الصوت؟ إن الصوت ينشأ من الاهتزاز والاهتزاز يا أعزائي هو حركة الجسم ذهابا وإيابا كلنا لاحظنا يا ثاني أنه عند تثبيت طرف المصطرة البلاستيكية على الطاولة والضغط على طرفها الحر إلى الأسفل ستصدر صوتا وتتحرك للأعلى وللأسفل هذه الحركات تسمى الاهتزاز فلننتقل عزيز الطالب إلى كتاب الأنشطة والتمارين افتح كتابك الآن صفحة رقم 11 حضروا أقلامكم الرصاص أعزائي لتكتبوا الإجابات في مكانها المخصص والآن أعزائي وبعد أن طبقنا التجربة من يذكرني بماذا حدث للمصطرة البلاستيكية عند ترك طرفها المضغوط للأسفل؟ ماذا لاحظنا أعزائي؟ أحسنتم لاحظنا بأن المصطرة البلاستيكية تهتز وتتحرك إلى أعلى وإلى أسفل وتصدر صوتا والآن يا صغاري أجرب أضرب الشوكة الرنانة بالمطرقة برفق ثم أقرب الشوكة من أذني هل أسمع صوتا؟ هيا يا صغاري من يذكرني من خلال التسجيل الذي شاهدناه سويا؟ عندما ضربنا الشوكة الرنانة بالمطرقة هل سمعنا لها صوتا؟ أحسنتم نعم لقد سمعنا صوتا إذن نكتب في الفراغ نعم أسمع صوتا والآن أعزائي أستنتج كيف ينشأ الصوت؟ من يقول لي يا صغاري؟ كيف ينشأ الصوت؟ أحسنتم صغاري أنا فخورة بكم إذن ينشأ الصوت بسبب الاهتزاز وحركة الجسم ذهابا وإيابا هيا يا صغاري فلتكتبوا الإجابات في مكانها المخصص لا تنسوا يا صغاري بأن الله القادر أعطانا أصوات مختلفة وفريدة لنشعر بالتميز ويجب علينا أن نشكر الله القادر الكريم الذي جعلنا متميزين وجعلني فريد الصوت إلى هنا أحبتي يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم دمتم بخير وعافية وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله